أفادت جريدة فاينانشل تايمز البريطانية بأن المفعوضية الأوروبية أوقفت خططاً لمنع قطاع الشحن في الاتحاد الأوروبي من نقل النفط الخام الروسية وذلك بعد ضغوط شديدة مارستها مالطا واليونان في الوقت الذي تواصل فيه المجر رفضها اقتراحاً بحظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الروسية هذا وأكدت الجريدة والبريطانية بأن المفعوضية الأوروبية قد اقترحت أيضاً حظراً على شركات أوروبية تقدم خدمات لأزمة النقل أو لنقل النفط الروسي إلى أي مكان في العالم